بمشاركة مئة طالب وطالبة من المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا تتواصل فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة فكر لسوريا التي أطلقها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في المدينة الجامعية بمساكن برزة بدمشق اليوم نحن موجودين بمبادرة فكر لسوريا المرحلة الثالثة المبادرة لنفذ الاتحاد ضمن مهامه ومسؤولياته تجاه شريحة التي نحن نمثلها هي شريحة الطلاب وشريحة شباب سوريا اليوم نحن معنيين بهذا الدور لحتى نحن كشباب سوريا لا نكتفي فقط بموضوع نطرح المشاكل وإنما نحن نفكر سواء ونطرح الأفكار ونبني على أفكار بعض لحتى نوصف مشاكلنا بشكل صحيح وبنفس الوقت نروح بإيجاد حلول هذه المشاكل المرحلة تتضمن أربعة مخيمات حوارية شبابية متخصصة تركز على أهمية الحوار وأثره على مسار التنوع وتعزيز المواطنة والمشاركة الشبابية ودور الشباب في التنمية المحلية وتفعيل الدور الثقافي للتغيير وبناء الفرد والمجتمع ورؤية الشباب لتطوير منظومة التعليم العالي مخيم فكر لسوريا هو المرحلة الثالثة سبقتها خطوات بدأت بمرحلة افتراضية ثم جلسات حوارية على مستوى الجامعة اليوم نحن نلتقي بمخيم مركزي نعقد هذه الجلسات الحوارية ضمن أربع محاور المشاركة اليوم في محور تطوير منظومة التعليم العالي طبعا تم اختيار كلمة فكر لسوريا دليل عن العقل السوري هو عقل مبدع خلاق ويمكن استثمار طاقات هذه الشباب في اقتراح أفكار آراء مشاريع عمال ليتم تبنيها كورقة مخرجات لهذا المحور ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع عام نحط برامج عمال وإن شاء الله أنه حيصير في لقاء مع جهات حكومية تتمنى هاي الأفكار اللي عم نحطها كمشروع عمل هدفنا أنه نفيد سوريا ونفيد شبابها وإن شاء الله مطلع بمخرجات جيدة جينا لهون بعم نتحاول بالمحور الثقافة وكيف نحن فينا فعله ضمن الفرد والمجتمع نحن عم نحاول نتوصل لأفكار شوي تكون غير تقليدية تكون مبتكرة جدا كروان نحن قدر نأثر بالمجتمع بشكل عام تحاولنا على كذا فكرة وإسا عم نطالع أفكار وعم نتقابل مع ناس وعم نروح نزور أماكن بتعزز الثقافة ونحن فينا ناخذ منه ونستفيد من أبحاث كتير فيها طبعا نحن هون بورشات العمل اللي اشتغلناها في تنوع كبير في أفكار كتير جدا رائعة تتمحور جميعها نحو الابتكار نحو التنمية المستدامة نحو تأمين فرص عمل غير تقليدية مبادرة فكر لسوريا تهدف إلى فتح حوار الأفكار بين السوريين لتطويرها وتنفيذ الممكن منها والعمل عليها